مرحبا بكم مشاهدي الام تي في في هذه الحلقة من بيروت اليوم أحاول فيها مدير عام مؤسسة الدولية المعلومات للأستاذ جواد عدرة أهلا وسهلا فيك سي جواد أهلا بك أول مرة طيف حضرتك معا أول مرة بالام تي في نعم إن شاء الله أكيد تتكرر كتير اليوم العنوان العريض ما يحصل في غزة واحتمال امتداده إلى لبنان وتحديدا إلى جنوب لبنان اليوم كم شخص بيسألك بنهار في حرب أو ما في حرب رح نفوت بالحرب أو ما رح نفوت بالحرب عندك سؤال عندك جواب على السؤال أكيد أكيد ما عندي جواب وأكيد ما ما بتصور حدا مننا عنده جواب وحتى قادة العالم ما عنده الجواب بس أكيد فينا نعرف أنه نحنا أصلا ما طلعنا من الحرب الأهلية متل ما كان لازم نطلع ونحنا ما مجهزين بحال بده يصير في أي كارثة طبيعية أو كارثة بسببها الإنسان كمان كيف نتعاطع معه بس طبيعا لبنان معرض العراق بس تم الغزو الأميركي لأله وصار في اللي صار سوريا منعرف شو فيها ولبنان من ضمن هالبيئة هاي ونحنا معرضين يعني هناك كثير كلم عن توحيد الساحات وحيد الساحات يعني لبنان سوريا العراق اليمن في حال صار في حرف رح يكون الساحات موحدة بالمواجهة هي الساحات موحدة قبل نشوق دولة إسرائيل الساحات موحدة قبل ساكس بيكو الساحات موحدة قبل وعد بالفور من هالمنطلق لما نعرف بعضنا هيك ومنعرف نتعاطق لنا مع بعض لو كان في بناء للدولة في لبنان وبناء للدولة في سوريا وبناء للدولة في العراق ما كنا وصلنا للي وصلنا له اليوم بس اليوم موحدة تحت عنوان مختلف أو تحت جناح مختلف هو الجناح الإيراني عم نحكي عن هالدول تحديدا مش واضح لأليه ليش ليش السنتاج لحضرتك بس حكي عن توحيد الساحات تحديداً بلبنان وسوريا والعراق واليمن شو اللي بيجمع هالدول الأربع محور ما يسمى محور ممانع انت بتعتقد على سبيل المثال من أمريكا دخلت إلى العراق كان هذا الغزو مبرر دولياً ومبرر وفقاً لقرارات الأمم المتحدة أكيد لا طيب أصمنا نحن بين ناس مع وناس ضد بلما كان لازم نحن نقول طبقوا القرارة الدولية طبقوا يعني الولايات المتحدة الأمريكية أخذت القرار بغزو بلد بدون حتى موافقة مجلس الأمن صح ونحن جينا قررنا ننقسم بين بعض بعد ما نكون مع بعضنا ناسر ومع وناسر وضد وإلى آخره لأنه اعتبرنا أنه قبل ما نحكيها ما كان فيه بعد بهالوضوح هيك أنه بده يصير فيه انقسام بهالطريقة بالبلد بالمنطقة يعني فالمفروض نحن نفكر أنه تطبيق القرارات الدولية سيدنا خلت تفضل إسرائيل لتطبيق القرارات الدولية لو كانت مطبقة القرارات الدولية أنا مثلا كنت عم بتطلع فيه قرار 181 سنة 47 فيه القرار 242 سنة 67 فيه اتفاق أسطو سنة 93 ولا شيء منهم مطبق والوحيد المسؤول عن الموضوع كان إسرائيل نحن المفروض بلبنان حتى نحفظ لبنان هذا السؤال نحفظ لبنان مش ضرورة نحب بعض لأنه ما بنحب بعض لأنه ما بننا الدولي اللي نحن بنحلم فيها ولبننا ومختلفين على إنه إذا يعني على حكي التفاصيل ويريت على شيء بالعمق يعني بس إنه مهم هلأ فيه فرصة لو نحن نحمي لبنان بوحدتنا مطلوب كلنا نتوحد نحط كل شيء على جنب ما علي شيء للحظة ونقول للغرب وللشرق إنه نحن موحدين ونحن مع أطفال غزة وأكيد نحن مش مع قتل أي تصل بالعالم هيدا 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 بفتكر متوفر اليوم يعني فيه شبه تما نقول هيدا يعني مطلب الوحدة للموقف صعب بلبنان بش فيه شبه توحيد للموقف تضامنا مع ما يحصل في غزة ولكن فيه خوف عند لبنانيين وعند قصب كبير من البنانية منزاج لبنان في حرب بيعتبروا لبعض إنه مش معنيين فيه نتضامن مع غزة أكيد إذا قدرين ساعد أكيد بس مش مستعدين نحن نحن اللي فينا بيكفينا وهيدا أكيد بتسمع يعني أنا نحن عم نفكر نعمل استطلاع بهالموضوع حيئة أنا بتحكيك نحن يعني أنا مش محل نعم بس أنت بتعرف من الناس تلتينهم كل يوم في حدا ما تتوحر شعور ما بنعرف شو هو هلأ مزبوط للناس فيه فيه انقسام بس يعني حزب الله ما بقى فيه بيئة حاضنة لقلو مثل ما كان بالألفين وستة من جهة وكمان فيه الوضع المادي والاجتماعي يلي ما بيحمل لا استقبل نسحين ولا توقف مؤتدات عن العمل استاذ داني فيه 2011 ما نقينا بالنفس ما قلنا النقي بالنفس قلني هيك شفاهيا بس ما طبقني بس شو صار انتهينا بحوالي مليون تمام ميلة مليونين نازح من سوريا طيب ما نحن يعني ما في حاجة حدا يجز حدا ما نحن موجرين نحن بعمق الأزمة نحن بدينا نعرف كيف بدينا نتصرف هذه هي انه كيف مع بعض أولا يعني هلأ نحن إذا بتاخد موضوع النزوح السوري على سبيل المثال لو تم معالجته بوقتها من أول يوم ما كنا وصلنا له هلأ هلأ لو تم معالجة كل الشأن الفلسطيني انت كنت قبل ما بطعنا بقول عن شغلي وجهة النظر اللبناني نحو القضية الفلسطينية ما في وجهة نظر اللبناني لأنه لبنان من وجد كالدولة اللبنية في وجهات نظر في وجهات نظر متعددة فهذا النقاش لازم يكون بالبلد بين القوى السياسية على سبيل المثال الأستاذ وليد جمبلاط شو اللي خليها ياخد هذا الموقف بيتصور عم بيفكر هيك عم بيفكر أنه خلينا توحد يا جماعة إذا توحدنا نمنع الخارج يورطنا نحن نحكي عن هاي العلاقة التاريخية بين لبنان والقضية الفلسطيني ونرجع لألك سيد جواد عم نشوف هذا المشهد البيروتي وهذا المشهد مش أول مرة منشوفه تضامنا مع الشعب الفلسطيني ولكن خلينا نحكي الأمور مثل ما هي شفنا أعلام حزب الله حركة أمل حزب السوري القومي يعني دا شو بيكون حزب القوات اللبنانية معهم وحزب الكتلة الوطنية وحزب كتائب كمان خلينا كمان ما في أي شيء يمنع بس تاريخ فئة من اللبنانيين بالتعاطم على القضية الفلسطيني ما كان يعني تاريخ كله ناصع في قص من اللبنانيين عانوا من هذا الوجود الفلسطيني على أرضنا خصوصا الوجود الفلسطيني المسلح عم بحكي وهلا اليوم يمكن تسمع هالشي ويمكن هذا كما يكون موضوع استطلاع ممكن تقوموا فيه إنه فيه اليوم هيك صراعة داخلة عند اكتار من اللبنانيين تضامن من جهها مع القضية الفلسطينية ومع ما يحصل في غزة وبذات الوقت ما نسيوا شو صار فيهم بلبنان بسبب السلاح الفلسطيني كتير كتير موضوع مهم السيد زالي اللي نعم بتقوله جدا مهم لأنه نحن لما ندخلنا للحرب الأهلية طبعا كان فيه مش لحالنا دخلنا كان فيه تشجيع ودعم من الأطراف الخارجية عربية ودولية وتمويل إذا بنرجع بنرجعها ونشوف شو اللي صار نشوف كيف لبنان تفتت داخليا كيف الجابها الوحدي الحزب الواحد صار عدة أحزاب وكيف صار بقلب الطواقف نفسها معارك صار يعني صار فيه معارك بين أمل وحزب الله صار فيه معارك بين القوات اللبنانية ضمن القوات اللبنانية والقوات والكتائب والكتائب والأحرار ومع الجنرار العون وإلى آخر لما كان قائد جيش نعم فمما يعني أنه نحن ما متفقين على أي بلد بدنا نبني بالأول تاني شي لما انتهت الحرب بالمدافع استمرت بشكل آخر لا عدنا مع بعض ولا ناقشنا لما انتناقش مثلا موضوع عزل الكتائب على سبيل المثال كانت من أحد الشعارات صح واللي هو خطأ كبير كان ما اجا حدا يناقش ويقول هاي دي غلطنا فيها ما لازم كررها مرة تانية يعني هلأ نحن إذا بدنا نفكر على سبيل المثال أنه نحن نصوب على حزب الله يصير عزل حزب الله كل عم يكرر خطأ صار بالزمان وما بيوصل لمحال أو أنه عزل قوات لبنانية عزل أي فئة عزل أي فئة فالمطلوب أنه نقعد مع بعض لذلك بيجي قصة الحوار وقصة نحك بس الحوار لمنتج موضوع وقتها أبو عمار تصرف كأنه هو حاكم وكان مفروض مثل ما تصرف غازي كنعان لما ندخل على لبنان والحلفة اللي كانوا معه بدل ما يكونوا حلفة حقيقيين يقولوا هاي ما منسمح فيها هاي ما منسمح فيها كانوا أتباع مقابل أنه ما كان فيه نقد وما عمله نقد ذاتي بعد صح المطلوب نعمل هذا النقد الذاتي المطلوب نتعلم من هذا التاريخ وننتبه هلأ أنه ما نتورط يعني على سبيل المثال نحن هلأ وزير خارجية أمريكا موجود بإسرائيل طيب ليش ما بيجي يزورنا يتطمن عنا هلأ بتقولي وزير خارجية إيران اجي على لبنان طيب يجي هو كيف أنا ما نفهم لأن نحن صرنا بمحور كيف فرنسا بتمنع مظاهرة تأييد للمدنيين اللي عم بيموتوا كيف أمريكا بوقت عم قنب الديمقراطي بيقطع أربعين رأس طفل بيطلع الخبر مش صحيح طيب هدا كله هدا الحكومات الغربية اللي هي تحمل بتقولي أنا عندي سلم قيم بهالشكل عم نجي نشوف نحن أنه في تعاطي بشكلين الطفل الفلسطيني إذا قتل معلاش أما الطفل الإسرائيلي لا حتى الجنال الإسرائيلي لا طيب ما تكون نفس القيم أي طفل يقطع بالعالم هذا موضوع يعني مأساوي هلا عندك أم زوجته لرئيس وزراء اسكرتلندا عم تستنجد من غزة أنه عم بيضربوا حتى اللي عم بيهربوا صحيح نفس المصرة نستخدمها بس اللي عم بيصير بعيد كليا هن هالسلة ملقي كليا نحن لازم نصوم هالشي أكيد لبنان الرسمي كيف معنا رئيس جمهورية عنا حكومة ورئيس حكومة حكومة عرجاء كمان حتى لأنه مشكل أعضاء عم بيشاركوا بيجال السيتا كيف يجب أن تعاطي لبنان الرسمي حضرتك بينطرح اسمك من حين إلى آخر كان مرشح لرئيس الحكومة إذا اليوم كنت بالسلطة ورئيس حكومة شو كنت عملت لا أنا مع أنه ما متمنى لك يا بيك أكيد بس هو القصة هي إنه بالأساس إذا بدنا نرجع هلأ يعني إذا بنتطلع على شو لازم نعمل كان لازم شو كان لازم نعمل من أربع سنين فات الأوين هلأ شو كان لازم نعمل بموضوع سطع علاقة المودع والمصارف شو كان لازم نعمل بموضوع الاستيراد الغير معقول اللي عم بصير شو كان فينا نعمل بموضوع النقل العام شو كان فينا نعمل بموضوع التقطي الصحي للمقيمين في لبنان للمقيمين لبنانيين هذا كله كان لازم يكون مبتون عمل يعني أنا يعني كذا مرة منقول نحنا منحكي عن قصة يعني بحب دل كررها أنا من حوالي ثلاث سنوات على ثلاث سنوات متراكمة نحنا استوردنا مشتقات نفطية بحوالي 12 مليار دولار تم تزديدة من قبل كرتل النفط بحوالي 3 أو 4 مليار دولار يعني في في حوالي 10 مليار دولار 9 مليار دولار راحوا لجيوب هاي دي الناس طب هاي دي هل يعقل ما ينحكى فيها وهي وحدة من هل يعقل أنه زي بنرجع بنحكي عن موضوع الأدوية أنه الفاتورة الأدوية تكون مثلاً كانت 900 مليون دولار هلأ صارت بـ 300 400 مليون دولار بيبشي الحال يعني هاي الفرق وين راح وين راح وين كعن بيروح قبل طب لمن دعمنا الأدوية أو دعمنا أي شيء كان مدعوم طب هالتجار بيعوه بنفس النهار بنفس الفترة الزمنية اللي كان مدعوم فيها أم خزنوه عم بيبيعوه هلأ هاي دي الأمور مثلاً هيك مفروض الحكومة تعمل كانت أي حكومة كان مفروض كان عنا هو مفروض بيبي يعني بلد طبيعي الأرقام والدراسات اللي بتنشروها حضرتكم بالدولية للمعلومات كانت تعمل فضيحة تقطع بتضوّع لي وسائل الإعلام بنحكى عنا ماكسيمو 24 ساعة وبتكمل بعدين الحياة بشكل طبيعي ولا أحداً بيتحسب ولا أحداً بيترئب ولا بتغير شيء نحن بال2019 إذا بتتذكر كان إذا بنجمع شو كان عنا احتياط بالعمل الصعب بالدولار مع الدهب تنحكي يعني كموجودات صلبة موجودة عنا فوق الخمسين مع الموجود بالمصارف شيء بين الخمسين وستين مليار دولار كنت عم بتطلع عنا لا تركيا ولا مصر مع بعضهم كان عندهم هالإمكانية مع كله بلد بيكون عنده هيك شيء بنهار لأنه كلنا عم نفكر كأفراد لمصلحتنا الخاصة الفردية ما عم نفكر بالمصلحة العامة ما عم نفكر بمصلحة البلد نفس الشيء ينطبق هذا بالحالة اللي نحن فيها هلأ هلأ مثلا مفروض نكون نحن لا سمح الله مجهزين بحال بعد كارثة المرفأ اكتشفنا نحن أنه ما في يعني ما قدرنا نعمل إخلاق سريع لبيروت ما كنا حاضرين لمعالجة المصابين يعني غير أنه الأهمال الإداري الأساسي يعتبرنا على جنب يعتبرنا موضوع أهمال الإداري طيب شو تعلمنا منها ماشي نحن هلأ لو صار زلزال شو بصير نحن جهزين لو صار في هلأ معركة معينة بالجنوب أو إسرائيل ضربت شي محل أو شي نحن جاهزين نعمل أي شي لا شي مفروض الحكومة تكون عم تفكر بهاك بحالة الطوارئ لو عم نبعد شوية عن الموضوع الأساسي بس بدنا نطلق من كلامك مع كل هول عم تقولون مع كل وضعنا المتردد مع كل انهيار يلي صار له تقريبا أربع سنين بلد ماشي كان موسم سياحي ممتاز بالصيف في قطعات استفادة من الأزمة في سر سر مشى البلد البلد أول شي فيه ما في شك أنه في عندك أنت حتى شوف حتى أنا ما عم ببخس أنه أنه اللبناني وإرادته والأفرار وإرادتهم بس نحنا ما ننسى نحنا عنا فوق المليون مليون ومئتين ألف مليون وثلاثمئة ألف مهاجر مرتبطين بلبنان يعني مش بيحولوا أمور مش بيحولوا أمور هو اللي بيجوا نحنا منقول إجعى لبنان سواح عملينا 90% منهم هني لبنانيين عم بيزوروا أهلهم عم بيزوروا بلدهم هذي الجماعة بيشكلوا تقريبا 30% من المقيمين في لبنان يعني نحنا بلد مش مش شاء طبيعي أنك أنت يكون عندك 30% من شعبك مهاجر ونحنا يعني هذه مش مجالة الافتخار الحقيقة مجالة أنه أكيد مفتخر باللي بينجحوا برها ولكن بالنفس الوقت هي نعمة هلا بس هي نقمة بالأساس وفي منهم كمان معذبين يعني مش كله مبسوط ومرتاح بالهجرة يعني صح فعم نخسر شبابنا لبرا عم نخسر إمكانيات يعني هاي الجيل المنتج هاي فترة الإنتاج هاي كلها عم بتصير برا ف من ناحية تانية المطاعم إذا كانت عاجئة والسير إذا مزدحم هذا لا يعني أنه في ازدهار يعني لأنه كل لبنان ما فيه عشرة ألف كرسي المطاعم لبنان والسير تهلي تفوي والسير مع الجوار اللي هلأ أنتوا حيان الأم تي في بتغطوها ومع السيارات اللي عمرها 8% من سيارات لبنان عمرها فوق العشر سنين فهدي كلها مؤشرات إنه لا الوضع مش كتير منيح المستشفات أغلبها نصفة فاضة لأنه العالم ما عم تقدير تروح على المستشفى يعني في نحنا عم نشوف الشيء اللي بيلمع ما عم نشوف الشيء طيب بالمقابل يعني فيه هادل هادل ناحية من فشل بناء الدولة عم نحكي أصعيد الفساد وكل الملفات المرتبطة فيه بس من ناحية تاني فيه ما يسمى بالمستحلح اللبنان اليوم قرر الحرب والسلم كمان الدولة غائبة يعني اليوم رئيس حكومة أو رئيس مجلس نواب أو وزير الدفاع بيعرفوا إذا لبنان رح يفوت بالحرب أو لا بيعرفوا كيف رح يتعطل لبنان مع ما يحصل في غزة أكيد ما بيعرفوا بحادي في حدا عنده القرار إذا لما صار الانهيار وهلأ تنقول التحديات اللي عم بتصير على تنشئ الطبيعي مثل ما صار بإسرائيل إسرائيل عم بيعملوا حكومة طوارئ وطنية موحدة نحن بيعزدين الانهيار اللي صاير ما حكينا مع بعض هلأ المطلوب ومجتمعت يعني بحثت بشي تاني بالبريد وغيره المطلوب هلأ أنه أنه بالعكس أنه لازم يعني يلاقي قرار الحرب والسلم الحقيقة هو عند إسرائيل معلاش يتعلم ما رح يجنب الجواب ما بتقدر أنت تفوت نحن هلأ ما بنعرف كم طفل إسرائيلي راح لحديث هلأ ما في أحصاءات واضحة كيف طلعوا من إسرائيل بس بنعرف أنه صار فوأل أربعمائة ستمائة حيصيره ستمائة طفل فلسطيني على سبيل المثال ما فيك تكون أنت حيادة بهالموضوع ما فيك تكون حيادة بموضوع أنه فتح كوريدور إنساني لتهجير أهل غزة مرة تانية وتالتة لمكان آخر ما معروف لوين ما هو كلهم مهجرين جايين من فلسطين بالأساس وسكنوا بغزة بعدين غزة كانت هي هني الأمم المتحدة اللي سمتها أنه هي سجن بالهواء الطليق سجن ما بعرف ديش طليق الهواء بس إنه بالهواء فكل هذا بدنا نهمله ومنصير نركز على أنه يعني هلأ شو نحن ما قلنا علاقة لا قلنا علاقة معنيين أكيد معنيين بس حتى دخلنا هون مي بيحددوا دا معنيين ودا مش معنيين معنيين لدرجة تدخل العسكري أو معنيين بالتضامن وبترسل مساعدات يمكن أو هالأمور الإنسانية بتصور أنا مثلا الجبهة سوريا رح تفتح جبهة الجنان رح تفتح أكيد لا ما حدا بيعرف بالمبدأ لا بالمبدأ لا يمكن تكون مفاجأ عن جد ما بعرف الموضوع ما بفهم فيه وما بدي يعني من أقدر نظر إذا بدك على جلسي بعدين بس إن دام في مسؤولية أمام الناس وحبدي يحكي إيه بس كمان بذات الوقت اليوم فيه شعار واليوم يمكن حتى إن الأمور الداخلية مش وقت يمكن كتير تنحكى والحسبات الداخلية مش وقت تنحكى بس اليوم حزب الله رافع شعار تحرير القدس وتحرير الأراضي المحتلة مش اليوم وقته يعني فيه ظرف وناسب أكتر من اليوم ليقوم بهذا التحرير ما بعرف إذا هذا التوقيت هو اللي صار إنه هو توقيت حماسي اخترته أو حزب الله اختاره هادي واحد بده يناقشه ما بعرف عن جد إذا هدف المقاومة هو هيدا تحرير مش هلأ وقته ولا أمتى رح يجي وقته لا الاختيار الوقت المعركة هل هذا القرار أنه أنه صار هل هو هاي المعركة اللي حزب الله عم بهيقله بأدبياته كان هي هلأ هل توقيت هذا التوقيت هو فرضه أو فرض هلأ نعم ما بنعرف هاي تعت يعني تعت يعني لما بتشوف انت الحشود اللي عم تجي من يعني السفن البوارج والآخره بتشوف انه في في قلق كبير عند الإسرائيليين يعني هني بحاجة لها الحماية هالأدب هي أقوى دولة مفروض تكون عسكريا لش عم تعمل هيك هل هني يمكن هني عندهم برنامج أوصع ما نحن نفكر يمكن البرنامج يكون عندهم مش عند يعني فتح المعركة مش تاني مال بس كمان يعني لهلأ إذا منحصي نحصي نتائج معركة لحد الآن أكيد ممكن تتغير لها حكاً بس لحد هلأ إسرائيل مهزومة والهيبة الإسرائيل اللي انكسرت اللي هادي الجيش الأكبر في المنطقة كله هيدا هالأسطورة الإسرائيل اللي سقطت لحد هلأ صح؟ وكمان عم تشوف يعني حضرتك كان مراكب عم تشوف كمان تعاطي مختلف اليوم بهالمعركة فيه عنصر الصورة فات يعني عم تشوف معارك مصورة عم بيقوم فيها حماس يعني الدخول على بأول يوم من العملية إلى بعض السكانات الإسرائيلية كان مصور وهذا الشيء ما كان يعتمد بالسابق يعني فيه اليوم عنصر الصورة عنصر يعني تأمين تعاطف رأي عام قدر الإمكان يعني الرأي العام الدولي هو بشكل عام متعاطف مع إسرائيل بس كان فيه محاولة لحماس كمان لا يعني استقطاب قدمة فيهم من تفاعل رأي العام الدولي معهم صح؟ بيشي مختلف بهالمعركة لفتلي نظري أنه مثلا بجامعة هارفرد في النوادي الطلاب حوالي عشرة أو أكتر شوي عم نتضامن مع أهل غزة تم هلأ عم بتم نشر أسماءهم مشان أهل يتم وحاربتهم إذا بدون يتوظفهم هذه بأهم جامعة بالعالم عم بتم محاصرة الأساتذي يعني خلنا نتطلع على على اليهود اللي عم بيتؤدوا إسرائيل في حركة كتير قوية صح؟ بس إذا بتقرأ جريت هارف بتشوف شو عم بيحكوا عن يعني لما بيجوا كتاب صهايني بيقولوا نحنا ما بق بدنا نكتب بهارف ولا بق بدنا نقرأ هارف وبدنا نسافر ونترك إذا هاي دي إسرائيل حتكون في إسرائيل بأزمة مش بس أمنية إسرائيل بأزمة إنه كل أنتو اللي جيتوا نتيجة الاضطهاد النازل لألكون عم تطهدوا الآخرين فها فيها عاملة هزة كتير كبيرة بالعالم هلأ حماس الداشهية بتعرف تعبر على هالموضوع ما بعرف بس الجيل الفلسطيني اللي بالخارج جيل رائع بطريقة عرض القضيط وبطريقة ربحوا للرأي العام حتى عم نشوف يعني القيادات بحماس أو الأشخاص اللي واقفين وراء العملية معظمهم أصحاب الشهادات جماعية يعني مش إنه أشخاص عاديين طبعا يعني هذا كمان تحول عن ما كان يحصل بالسابق إنه اليوم في الطلاب عم بيروحوا يدرسوا في جماعات وعم بتخرجوا من الجماعات وعم بيجوا يخططوا لعمليات بهالمستوى متطورة جدا مضبوط هكوننا متابعين حديثنا بالشق الفلسطيني والشق اللبناني ولكن رح نتوقف على صراحة مع الإعلان منتابع بعدها بيروت اليوم منتابع بيروت اليوم مع مدير مؤسسة الدولية المعلومات الأساس جواد عدرة يعني نحن بلبنان أزمة بتنسينا أزمة كان يعني طفت على السطح أزمة أنه زوح سوريا وشفتنا أشكلات على الأرض وشفتنا كلام وخطط وبيانات واجت قصة غزة نسيتنا هذا الموضوع إلى حد ما بس هذا الموضوع بالنهية موجود على الأرض وهالأزمة قائمة وحتى يعني عم نشوف قد يكون إلى تداعيات حتى بالأزمة اللي عم تصير يعني فيه ضيع شفتنا كرة بجنوب أهل اللي عم ينزحوا إلى بيروت عم يجوا نسحين سوريين يجوا يقعدوا محلهم ما الحل لهذه الأزمة وهل هناك حل ولا هذي أزمة سنتعيش معها مثل اللجوء الفلسطيني لا طبعا فيه طبعا إذا فيه مسؤول فيه يلاقي حلول للموضوع إذا فيه مسؤول إذا فيه مسؤولين مصبوح هلأ فيه تراكم كان من 2011 كان مفروض تتنظم ما تتنظم هلأ الحكي أنه نحن نطرين الداتا من الأول المتحدة يعني هالداتا هالتعابير أنه هذا شو معه شو حيعطوك حيعطوك ممئة ألف حيعطوك ممئة ألف يقولك ممئة أو تسعمائة ألف وهذا الرأم أكبر وهذا الرأم هذا أقل من الموجود فالمفروض على سبيل المثال أنه نحن بسبب البني اللي نحن فيه وسبب الهجرة اللي كنا نحكي عنه لبنان بحاجة بين الأربعمية للخمسمائة ألف ستمائة ألف عامل اللي كادوا موجودين قبل الألفين وحد عشر بالضبط هاودي نبدأ به هاودي تنظيم العمالة السورية بإقامة ورخصة عمل ودفع ضريبة وتأمين صحي تتنظم بشكل هادي أكيد بها ترفع الكلفة على اللي عم بيستخدم خدماته للناس ولكن فليكن وهدي بتحد إلى فيه ناس قصةهم إذا رفعت التكلفير قصم منهم ساعتا يا بتروع على يا بصير اللبناني بيشتغل يعني يا بيظل يعني في قصم السوريين رح يرجعوا هذا القرار اللي بيأخذوا المسؤول اللي بدي يفكر كيف بدي يبني البلد بيجي بيقول أنا قررت هيك وبيجي أوك ما تدفع تصير 300-400 دولار 500 دولار بالشهر فكتدفع ألف دولار تصير بالشهر بتصير عب إعلام ساعتا اللبناني يجيش طير على سبيل المساعد فهيدي على الأقل بيكون نظامنا 40% 30% من عدد وهي لا بد تفاوض مع السوريين ولا بد صفرة ولا بد متسحلي ولا بد 100% فبنبدأ بهاي بعدها منيجي على الوضع الآخر اللي هو إذا فيه لجوء سياسي لبنان مفروض يضل واحد حرية إذا فيه حدا لاجئ سياسي سياسي يعني عنده صفات اللاجئ السياسي بياخد لجوء سياسي رسمي لا نازح ولا شي لاجئ يعني مثل بيقدم كأنه هو بيصير لاجئ في لبنان عنده حماية الدولة اللبنانية لألو بس هيدا ما بيروحوا بيرجع هيدا خلص لاجئ سياسي بصير وهو دي أنا ما بعتقدر حيكون عددهم عددهم ببضع ألاف يمكن أو مئات صح يعني هيدا حتكون بعدها بتجي لموضوع أنك أنت مضطر بدك تحكي مع الحكومة السورية علنا جهارا أمام كل الدول الغربية وغيرها وتقول لهم أنا مضطر وأنا بدي أحكي يعني بني أتفاوض معهم وبدك تقولهم للجماعة كمان أنه نحن لبنان ما في يحمل هاي القصة على سبيل المثال أنا عرفت بمصدر كتير موثوق أنه الأردن وتركيا اللي عم بياخدوه كانوا كتعويض من من الغرب ومن الأمم المتحدة للنازحين لللاجئين عندهم تقريبا يعني من أربع إلى ست مرات أكثر من لبنان أخذ لأنه كانوا عم بيفاوضوا كدولي يعني نحن رضينا بربع أو ستس أو اللي عم اللي أخذوه لدول الأخرى هذا مجال للتفاوض هذا مجال تقولهم أنا الموضوع ما بيمشي أنا بدي هيك بعدين قصة قانون أيسر واللي عم بصير بتجويع سوريا هذا كمان مضر بلبنان يعني في إذا أنت مش قادر نحن ندفع تمنوا إذا مش قادر تلغي القانون أكيد مش قادر فيك تقول لي أنا ما قادر قادر تقول لأمريكا استسنيني من هل كم شغلي هذا هل مواضيع هايدي قصة النازحين وقصة الشحنات اللبنانية تقطع وتروح على العراق وتروح على الخليج أنا بدي هاي الاستثناء يعني هايدي إلا إجراءات بتابعها اللي مش خا اللي ما عنده مصلحة خاصة اللي هو عم بتطلع عن مصلحة العامة هؤل الإجراءات اللي عم بتقول ما استيجواد منهم صعبين كتير لا أكيد كان لازم ينعملوا ليه ما صاروا كمان غريب ما بعض إذا بتتذكر بدأول بأول يمكن اجتماعين أو شي طرحت وقتها زينا عكر كانت طرحت زوجت دراسة موضوع قانون أيسر اتهمنا أنه نحن عم نسوي إلى قانون أيسر يعني يعني العقل بده يشتغل الحكمة والعقل بموضوع فلسطين المطلوب هلأ أنه العالم الحكماء بالعالم رؤسة دول أنتو أنتو قصة انتقام يعني أنت ما فيك تتصرف مثل اللي مقتولي عائلته كان بغزة رح أتى العائلة تانية يعني اللي عملين غلط أنت رئيس دولي بتتصرف بتكون أنت بتجي بتقول يعني هلأ الروازي خارجية إيران قال أنه نحن ما بدنا لبنان يكون خارج الأسطيب بوزي خارجية أمريكا قل له أنا موافق إذا هو عم بيغشك تحدى مطلوب من المسؤولين عنا يقولوا هيك يكونوا بهال بهالجرأة بيحترمونا أكتر يصيروا هيدا بس الفشل رسمي بموضوع الناس حين كمان عم بيفتح باب للتصرفات شفناها بالشارع عنصرية عم بيفشوا خلقون بناس يمكن أبريا ومظلومين ومهجرين من بلدهم مثل ما اللبنان عم بيروح يتهجر على بلد تاني ويشتغل حيالة شغلة يقدر يعيش كمان يعني عم تفتح باب للتصرفات إلى حد ما أحيانا مليشي نحنا من شي من حوالي شهر كم في مقابلة مع الوزير السابق وبصرار نعم عن موضوع للناس حين بيقول بهذه المقابلة وحذر من احتمال اشتباك ببرج حمود ليش لأنه أنت لما تجيب الخريطة تطلع عديش وين الكثافة السكانية هون العلم العلم بيوجهك بتقول هون في كثافة هالقد من جنسية معينة مين ما كانت تكون هالجنسية وفي حواليهم جنسيات أخرى طب هايدي معقول بلا تعمل بلا تعمل نوع من الشرارة والمشكلة وشو ستكون مخطلطة طائفيا كمان بتصير بالزبط يعني في الاحتمال وبعنه هاي القصة اللي صارت الحقيقة هني كانوا يعني مت بتفضلت حضرتك يعني موضوع العنصري يعني يعني هال 40% من المساجين بلبنان سوريا هني جنسيات سورية كدنا عم نطلع على نسبة الجريمة يعني احنا عم نحكي عن العنصرية من الجانب اللبنان كمان في تصرفات خطأ وجرمية من الجانب السورية طبعا كدنا عم نبرد الجانب السورية في عندك في في مثلا الموضوع الجريمة هلأ موضوع الجريمة الأكيد عم ترتفع بلبنان من أسبابها وجود بس ولكن ليسوا هني سبب يعني تعتبر نسبيا بالنسبة لعددهم لأننا نحن ممنع في العدد بالظبط بعد أقل من نسبة الجريمة إذا اللبنانيين مع بعضهم يعني مثل بفرنسا مثلا نسبة الجريمة اللي بيرتقبوها المغاربة أو الجزائريين ممكن تكون مرتفع عن عن الفرنسيين بالنسبة بالظبط كمان هلأ صدفة بما أنه ذكرنا وكنا عم نعمل شيء سما نشرناه بعد طلع معنى أنه المخصص الدولة اللبنانية للسجين يعني موضوع حلق شوية بسئله علاقة بالمسئولية 80 سنت أقل من دولار للسجين استشفاء وطبابي هيدا باليوم بالسجين الواحد باليوم تخيل أنت بده يأكل ويطبب 60 ألف 70 ألف ليرة هذا موضوع هذا شو عم نعمل من كون نحن نكون عم يعني عم نعمل جريمة بقلب السجن أكيد أكيد فهذا مثلا يعني إذا في المسئولين عم يسمعوا موضوع يدرس موضوع آخر مهم أنه حركة المطار نعم لنقلع علاقة بالأحداث نسبيا القدوم إلى لبنان تراجع 20% عن المعدل العام المتبع يعني المعروف بالسنوات الماضية والمغادرة زادت ما كتير يعني 4-5% بس القدوم يعني نزل كتير إلى لبنان مما يعني أنه يعني العالم ما بقى اللي كان بدو يجي بطل بدو يجي على لبنان بس نحن عايشين كمان بمكان ما بوهم وانتوا بالمجلة تصدروها الشهرية بتحكوا عن أيام الأوهام كمان نحن عايشين نصيفية مزدهرة المليونين سيح علما الأرئام مختلفة بعيدة كتير شكرا كمان نحن عايشين بأوهام أو المسؤولين ما عايشين بأوهام نحن منحب نعيش بأوهام لا منبسط فيها بتطلعنا من الواقع للمرير بعد الكارسي اللي صارت بالموضوع بأموال الناس والكارسي صارت بلد أنه المسؤولين ما يقعدوا مع بعض وما يقولوا يعني كنا عم نراجع اليوم بالمكتب حنا شرناها حضرتك شفتها أكيد بال67 بخمسة حزيران بيجتمع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الكرامي رشيد الكرامي وبيطلب صلاحيات استثنائية مشان موضوع المالي بيجتمع مجلس النواب بنفس النهار بيعطيه صلاحيات استثنائية بيصدروا فورا الكابت الكنترول اللي بعد لهلا مصادر اللي هو كناية عن صفحة مش عشرة صفحة بيقولوا أنه بصفحة وحدة فيك تسحب ألف ليرة بالأسبوع فيك تعمله والتاجر شوف كيف انتبهوا التاجر اللي عادة بيشتري من الخارج بيظل هذا بيخلوه مثل ما هو شرط وفقا لهي كيف كانت يعني إذا كان عم بيشرب نفس الأرق بيشتري بمتألف ما بروح بيشتري بمليون يعني جماعة بكل وهو ما كانوا عباقة بس عرفوا أنه هيك هيك لازم نتصرف حصلنا أربع سنين وبعدها لا ما في كابتل ما في كابتل وهلا ما بقى له جدوى ما بقى له جدوى كمان طيب عم نحكي عن أزمات كتيرة البعض بيعتبر أنه المدخل لحل كل هذه الأزمات يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية هل بحل رئيس الجمهورية كل هالأزمات أو كمان هيدا وهم من الأوهام اللي حيشين بيكون الرئيس 14 بيكون هذا الرئيس 14 انتخبنا رئيس بشارة الخوري ب43 وتجدد وما أدري أكمل عهده ب52 صار فيه ما يسمى بين هلالين الثورة البيضاء أنا بتذكر بنته اللي هي رسامي فناني تخبرني أنه قالت لي داكربونا على الدرج من 52 يعني يعني وإجاب علينا الرئيس شمعون مثل ما رؤسى الطار بعدين تركبه يعني ما في رئيس إجاب ورئيس الشاب حرق حرق مذكرات أو أوراق اللي كان بدت يعتمد الرئيس بشكل مذكرات وكان بيقدر يعمل رئيس جمهورية حتى عهد كميل شمعون يعني اللي يعتبر من أفضل عهود تهى بثورة تهى ب فالقصة يعني انتخاب الرئيس أكيد ضروري مثل ما بقوله فرنسيويتي على قد ضروري ضروري ولكن ليس كافيا فالرئيس شو بده يعمل إذا إجاء بد يكون عنده يعني مش بشكل رئيس الرئيس والقوة السياسية اللي هي بدا تجيبه بد يكونوا متفاهمين يعني ما بده شي بده قصة الكهرباء تنحل خلال سنة المواطن اللي عم نحكي عنه وهذا اللبناني بين هلالين قدر هلأ نحن صار عنا آآ 1500 ميجاوات عبر الطاق الشمسي طب هال 1500 ميجاوات يعني بتغنيك عنك تشري محطة صار المطلوب فرنا محطة وفرنا وصار مطلوب إلا إذا بكرا براح يطالبوا بمحطات للطوايف يعني كمان وردي وردي عساس كمان بس الشمس شوف الشمس عم تعطي الكل ما بتميز إلا كمان إذا حسب إذا الجبل أو ساحل إذا الفكرة هي أنه أنت بتقدر الكهرباء المطلوب المي في عندنا محطات على المي بس بدت شوية تحسين بتزيد كفائتها مفروض أنه قطع الغيار للمحطات الحالية مفروض نحاول أن تقلل الغاز إذا بنقدر بس هي عندك موضوع الكهرب بينحل خلال سنة يعني بده يجي رأي جمهورية أو حكومات جديدة أو حكومة جديدة بده يقوله نحن الكهرباء بتنحل بسنة بده نقول نقل العام بستة شهر ليش نقل العام من عمل نحن مندفع ثلاثين أربعين مليون دولار للموظفين سنويا مشان ينتقلوا طيب ما أنت بهذا الرقم كنت بلاش كنت بيروت الكبرى خلصتها يعني بدك 200 مليون دولار يمكن أو أقل بتغطي لبنان هاي دي بدون ما ندخل بشراكب على القطاع الخاص أو غيره بتشجع غير فالتغطية الصحية بما أنه هلأ صاد نزل الكلفة نزلت صاد تقدر تأمن تغطية الصحية للمقيمين بلبنان إذا بيجي على هالأساس رئيسي الجمهوري تعويض للعالم على اللي خسرته يعني كيف أنت بدك لعمل اللي عندنا حوالي كمان 25 مليار دولار قروض تسددت على 1500 ليرة هلأ في منها إلى مبررة مساكن وغيرها ولناس على قد حاله نتجارية طيب هاي دي بيقولك هلأ نحن ما فينا نعمل ضريبة بمفعور رجع بس أكيد إلى حل يعني إلى كتير حلول إنه لأنه يعني إذا بس تفوت بالأوراق وتدرسها مزبوط في مخالفات للأنون موجودة فبدل ما يكون في دعاوي وشوشرة وتناول بعضنا بالإعلام تحط تعد أنت وياه بتقوله تفضل يعمل بك تدفعه دبقى نعمل مخالصة إحنا وياك فيك تسترجع كنا عم نحسون مبارح يعني بضعة مليارات من الدولارات بسهولة بس تحكي عن كلها الموضيع نشوف أنه تطبيقه سهل بس بدك إرادة ها هي بدك تحب لبنان مزبوط مش تحبه على الطريقة اللي نحن من أولى الحب هو تعم مش نحبه بالغنية بس حبه بالفعل لا تحبه فعلا يعني تحبه فيه 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 موضوع عذاب الحب فيه عذاب كتير هلأ كل هود المواضيع اللي بتحكي فيه هود مدرجين ببرنامجك لترقص حكومي لا 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 لأنه مطلع عليهم كلهم والرقم عندك بالنهاية بالنهاية بدك الإرادة عند اللبنانيين أنه لبنانيين الناس يكونوا إرادة فعلا أنه بلدهم هو الأساس يكون بس فيه مرشحين أنا بعرف يعني حاطينك بالجو أنه إذا نحن بنوصل ممكن نتعاون معك يعني كرئيس حكومي محتمل لا لا ويدون تعليق يعني خليس وقت نعم تفضل بس بدي ألك شغالي فيه ديوان المحاسبة نعم ده نعطي بس شغلي هيك شوي حلوي ديوان المحاسبة هاي دي جهة رقبية لمن عم بيعملوا شغلوا للجماعة هناك القضاء طلع عالجوا موضوع الخليوي طلع معهم أنه في ستي مليار هدر صارت بالفترة اللي كنا متعقدين مع الشركتين عالجوا موضوع البريد وقالوا أنه المناقصة فصلت على قياس شركي وحدي وهيدي ما لازم تعملوها عالجوا موضوع الكازينو وقالوا أنه لا يخضع الشراء العامل أنه شركي ولكن لأنه عنده امتياز امتياز اللي عنده لا يغطي الأونلاين تعمل الإمارة فبالتالي بدك أنون تتعملو جماعة هاو دي دليل أنه لبنان فيه ناس بيشتغلو بس ده بيعملوا تقريب ديوان المحاسبة على مرة السنوات وبتنشو أسم منهم شو تغير مفروض بمجلس الوزراء يلتزم يعني عدم ما تجي تعمل فيتو عليهم لأنه الأنون بيمنعنك تعمل فيتو يعني إن شاء الله يوصل حضرتك أو أمثالك إلى رئيس الحكومة بها جديد بها جديد مقبل يعني ما قلنا هذا بدل الوهم ننتقل إلى الحلم يمكن والحلم يصير حقيقة شكرا لك سيد جواد عدرا مشاهدينا لهون تنتهي حلقتنا إلى نهاية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر